قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة صواريخ أرض جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر وذلك ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف هذا وأعلن رئيس الأمريكي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار في مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسية والتي تركزت على العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا هذا وقدم البنتاجون تفاصيل أكثر مع إطفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة